بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حالة النهاردة بالتأكيد سيكون كل التفاصيل والكواليس واهتمام للسوشيال ميديا بالتأكيد قبل مباراة فاركو مباراة اليوم في الدوري العام إن شاء الله هتكون الساعة تمانية بتوقيت القاهرة المباراة بإذن الله تتلاقي في الأسكندرية وهي مباراة صعبة جدا لأنها جاي في توقيت ما بين المباراة الإفريقية زحمة وأجندة المباراة المحلية مع المباراة الإفريقية آخر مباراة كان فيها خسارة أمام سانداونز فبالتالي فيه اهتمام كبير جدا الأهلي النهاردة يخرج بنتيجة إيجابية عشان تتحسن النتائج في الفترة القادمة ففظل أنه عندك مباراتين مهمين جدا بيراميدز هي مباراة الصدارة ومباراة تأكيد الصدارة بالنسبة للدوري العام ومباراة المريخ السوداني وصانداونز خلال الفترة اللي جاي بالتالي حلقة النهاردة يكون فيها كواليس مهمة جدا متعلقة بمعسكر فريق النادي الأهلي في الأسكندرية استعلادة لمواجهة فاركو في الدوري العام خلال الساعات القليلة القادمة لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة متعلق بمباراة اليوم أمام فاركو عايز عرف توقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم وممكن مين يسجل الأهداف النهاردة شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة أستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم ومشاركتكم على سؤال حلقة اليوم النتيجة ومين يسجل الأهداف ونتمنى يا رب يكون الانتصار اليوم حليف النادي الأهلي لكن بسرعة نروح لعنوين الحلقة في ترند الأهلي الليلة الأهلي يواجه فرقه في الدوري وكمان تغييرات متوقعة على التشكيل في اللقاء وأخيرا الجهاز الفني يدرس الدخول في معسكر مبكر استعدادا للمريخ السوداني طيب النهاردة في مجموعة من المباريات سواء المحلية أو حتى الأوروبية الدوري المصري ممكن منذ قليل انتهت مباراة الجونة والبنك الأهلي المباراة بنتلعب في ملعب الجونة وفاز البنك الأهلي 2-1 الساعة 5 ونصف إن شاء الله مباراة مصر المقصة والإسماعيلي وأيضا الساعة 8 ختام مباراة اليوم فرقه يستضيف الأهلي في استادة الأسكندرية الساعة 8 بإذن الله الدوري الإنجليزي الساعة 10 إلا روبا بيرلي هيستضيف فليستر سيتي وفي كأس إيطاليا النهاردة ديربي وكلاسيكو قوي جدا الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ميلا يستضيف في انتر ميلا مباراة قوية النهاردة لكن بالطبع هيكون كل الاهتمام بمباراة فرقه والأهلي وعاقب مباراة فرقه والأهلي بالتأكيد ديربي وكلاسيكو القرى الإيطالية أمام الإنتر والميلا الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف أبرز الأخبار اللي معايا وأبرز التريندات اللي موجودة معنا في فقرة تريند التريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند طبعا كلنا عارفين النهاردة أبرز حاجة على السوشيال ميديا الحديث عن مباراة الأهلي وفرقه في الدور العام المباراة في حد ذاتها هي ممكن تكون أولى مباراة الأهلي الرسمية أمام فرقه يمكن فرقه الأول مرة بيصعد للدور الممتاز فبالتالي البعض ممكن يستسهل نتيجة المباراة أو أداء أو شكل المباراة في شكل عام لكن طبعا المباراة تبقى صعبة جدا لأن فرقه من الفرق اللي بتحاول تعمل نتائج إجابية الفترة الأخيرة ودائما للآهلي خلال آخر سنتين بيجد صعوبة في إحراز أهداف أو حتى تحقي نتائج إجابية أمام الفرق اللي بتبقى لسه صعدة للدور الممتاز أو تحديدا الكلام ده في عهد بيتسو موسيماني خلال السنتين اللي فاته دائما بيركز وبيعمل نتائج كبيرة مع الفرق الكبيرة لكن أمام الفرق اللي صعدة للدور الممتاز بيبقى فيه صعوبة شوية عشان تحصل على السلاس نقاط أو إحراز الأهداف طيب بالمناسبة نتكلم على مباراة فرقه وبنتكلم على بيتسو موسيماني لفت انتباهنا كده حاجة كانت غريبة شوية خلال الاتين وسبعين ساعة اللي فاتت تعاقب مباراة الأهل وسانداونز من خلال الحساب الرسمي للأهرام على تويتر يمكن طرحوا سؤال يعني بشكل مهني أو بشكل فيه توقيت طرح الاستفتاء مش منطقي ومش طبيعي وما لوش أي مبرر إطلاقا ليه السؤال كان غريبة عن إيه سؤال طرحوا الحساب الرسمي للأهرام على تويتر قدامك هو السؤال هل يستحق موسيماني الاستمرار في الأهلي مديرا فنيا لفريق الكرة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة طبعا الإجابة يستحق آه بنسبة 85% وثمانية من عشرة يستحق أن يستمر ولأ بنسبة 14 واثنين من عشرة طبعا إجابة الجمهور واضحة بالنسبة لحضراتكم يعني نقدر نقول إجابة يعني ما فيهاش مقارنة ما بين نعم أو لا الإجابة كلها الناس بنسبة كبيرة جدا 85% بتقول يكمل مع النادي الأهلي لكن طريقة طرح السؤال وتوقيت طرح السؤال هل منطقي غير منطقي بالمرة ليه هل بيتسو موسيماني آخر عشر مباريات خسرهم هل رجع من كأس العالم الأندية في المركز السادس هل خسر دور أبطال إفريقيا هل ترتيبه في الدور السنادي الخمستاشر الستاشر كل الإجابات؟ لا طيب طرح السؤال الهدف منه ليه دايما الإعلام بيحاول يوجهنا في إطار أو في سكة أن بيتسو موسيماني مع كل مباراة محل تقييم أن بيتسو موسيماني مع كل مباراة محل وجهة نظر ورؤية إعلامية أن الرجل ده يستحق ولا لا يستحق أنا مش هتكلم على فكرة أنه يستحق ولا لا يستحق لنتائجه هي اللي بتجاوب على السؤال ولكن أكبر مثال وأكبر مثل عايز أضربه في هذه القصة أن الرجل لما راح كسل العالم للأندية بدون القوام الأساسي الكل بلا استثناء ما كانش بتكلم على تحقيق أي نتائج إيجابية وإذ مش أقول فجأة لكن ده طبيعي وطبيعي لأهل وأن الأهل مالحضر لكن إذ فجأة تنبتسو موسيماني صدم الجميع مين الجميع الناس اللي مش حابة أن التجربة تتكمل في الناس الأهل صدمهم بالنتائج وبالمستوى وبالأداء اللي ظهر بالقالي خلال كأس العالم للأندية في أبو ظبي الرجل كسب حتى المباراة الأخيرة أمام الهلال السعودي بأربعة أهداف مقابل لشيء بأداء ونتيجة على أعلى مستوى هل وقتها كنت تقدر تطرح السؤال ده ولا أنت استنيت بقى أول ما يخسر مطش اطرح السؤال والنهاردة لو كسب الدنيا اعتهدى هيلعب المريخ نستنى نشوف النتيجة فنطرح سؤال ده كده من الصح يعني ده أولا ممكن يكون في حالة تربص بالمدرب بالمنظر ده يعني بالمنظر ده احنا ممكن نقول إن ده تربص خلاص أصبح دلوقتي في تربص بمدرب الآلي مع كل مباراة ومع كل مرحلة وده مش استقرار فني على فكرة يعني حتى الإعلام لازم يكون ليه دور في نجاح أي تجربة خاصة لما تكون تجربة إفريقية الإعلام الرياضي تحديدا في مصر لازم يكون أول الدعمين ليها سواء أنت أهلاوي أو غير أهلاوي لأن في النهاية أبعاد الموضوع ده تأثيره كبير جدا والناس كلها عارفة تأثير ده وأبعاد ده أول من الرجل تولى المسئولية التهاني جات منين وجات على أي مستوى وعلى أي مدى بالنسبة لتولي المسلماني تدريب الأهلي الرجل يشتغل وفي ظرف سنة ونص اتنين دورة أبطال إفريقيا واثنين سوبر إفريقي واثنين برنزية كاس عالم والسنة ده بيحاول يعمل نتائج إيجابية ويعوض الإخفاقات اللي حصلت في الدورة السنة اللي فاتت خاصة أن الدورة السنة اللي فاتت كان أول تجربة ليه لو أنحطها بنفس تجربة مانويل جزيه كان أول سنة برضو خسر الدورة لكن بعد كده قدر يكسب الدورة في عدد من سنوات المتتالية فالسنة ده الرجل ماشي في الدورة بشكل كويس لعب لغاية دولة في الدورة كان مباراة 8 مطشاط كسب 7 وتعادل مباراة كسب 7 وآخر مباراة كانت أمام المقصة بأربعة أهداف وكسب سموح أربعة وكسب الزمالي الخمسة وكسب الإسماعيلي أربعة فعمل نتائج كويسة إيه الفكرة تطرح السؤال في حد ذاتها يعني أنا عدت 3 أيام بتابع الاستفتاء ده أشوف النتيجة توصل لفين والأهم من النتيجة لو دخلتوا على الأكاونت بتاع الأهرام على تويتر وشفتوا تعليقات الجمهور بقى شوف الجمهور بيقول إيه للي طرح السؤال لأنه لازم نتعامل يا جماعة مع الجمهور على أن الجمهور فاهم وأن الجمهور واعي بلاش تاخدوا سكة الجمهور لإطار أنه لو فيه ناس بتأيد فكرة استمراره وناس بتعرض فكرة استمراره نعمل بقى إيه الشحن ما بين الجمهور وناس معارضة وناس مؤيدة ويبقى حالة على السوشيال ميديا ده من الصح ده من الصح لأنه كمان انت هنا بتتكلم على جهاز فني بيقود فريق كبير بيمثل مصر فبطولة قرية كبيرة وبيحاول قدر الإمكان يحافظ على اللقب ويعمل رقم قياسي جديد لمصر قبل ما يكون للرقم قياسي جديد للنادي الأهلي أن اتنين دورة أبطال إفريقيا بيسعى أنه يفوز بالمرة الثالثة على التوالي هو ده في النهاية لما بيتسجل وبيتكتب بيتكتب بإسم مين بيتكتب بإسم فريق مصري النادي الأهلي من مصر فبالتالي هل لو مدرب أوروبي أنا هطرح السؤال ده لكل الوسائل أعلامي اللي بتطرح أسئلة زي دي أو بتنعش الكلام ده حتى في الإسلامية التحليلية بعد المباراة هل لو مدرب أوروبي ممكن نطرح السؤال ده هل لو مدرب أوروبي ممكن نسأل السؤال ده بعد كل ماتش وارد الآلي خسر ماتش سانداونز خلاص ما كنتش موفق محضرتش كويس للماتش ده خسرت الماتش بس لسه عندك أربع ماتشات بإذن الله أولو مباراة المريخ يوم السبت نكسبها هنرجع تاني في المنافسة هنكون موجودين في المركز التاني في المجموعة فبالتالي انت مخرقتش الأهل مخرقش من دورة أبطال إفريقيا عشان نطرح سؤال زي ده فيهم دربين بيخسروا بالعشر ماتشات ما بيطلحش علىهم سؤال ولا بيكونوا محل تقييم وعندهم لعيبة ممكن تتخطى قيمتهم التسوقية العشرة والعشرين والتلاتين مليون في فرق صرفت مليار واثنين مليار جنيه محد السأل سؤال على خسارة مباراة ولا بطولة ولا آخر ثلاث سنوات الخسار قد إيه ليه دايما في حال التربص بمدرب إفريقي بيأخود النادي الأهلي أعتقد الإجابة واضحة قبل ما تكون عندي عند كل السادة المشاهدين وكل السادة اللي شاركوا في الإجابة على الاستفتاء لأن أعتقد التعليقات قبل النتيجة كانت موجهة بشكل مباشر جدا لطبيعة السؤال اللي هو لا في محله ولا في مكانه ولا في وقته بأي شكل من الأشكال كل التوفيل الأهلي يا رب إن شاء الله النهاردة عندنا مباراة فاركو ومباراة السبت اللي جاي مع المريخ السوداني مباراة بيرامدز يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله يوم تمانية مارس ثم لقاء سانداونز يوم السبت 12 مارس الساعة 3 العصر بشكل رسمي المباراة يوم السبت 12 مارس في مساحة زمنية أربع أيام بين مباراة بيرامدز يوم تمانية ومباراة سانداونز يوم 12 كان الكلام ما بدايين يوم 11 لكن الحمد لله يمكن سانداونز طلب يلعب يوم 12 الساعة 3 فبالتالي فيه أربع أيام ما بين مباراة بيرامدز والزمالك لأن طبعاً كلنا عارفين بيرامدز وي سانداونز يكوننا عارفين أن الربطة طبعاً حتى موعيد ليه كل مباريات الدور الفترة اللي جاية فما فيش أي مساحة للتأجيل في الفترة اللي جاية لكن بالطبع إن شاء الله الأهلي لا طلب ولا هيتكلم في القصة دي وبيركز في مشواره وبيستعد بشكل كويس جداً للماتشاط اللي جاية وبإذن الله إن شاء الله الأهلي هيعمل نتائج جاية الفترة الجاية خاصة بعد اخسارة ماتش سانداونز يكون فيه حالة بقى اللي احنا نعمل روتيشن بقى لفكرة الاستعداد الزهني والاستعداد الفني بالنسبة لي المرحلة القادمة وربما يعني البعض يقولك إيه ربما درة النافعة أخسر ماتش سانداونز عشان أفوق بقى البطولة ولو فكرنا حتى في الفترات السابقة لما فوزنا بدورة أبطال إفريقيا خسرنا ماتش سينبا وكانت مباراة سينبا دي كانت فرصة جيدة إن الجميع يبدأ يشتغل كويس ويفكر إن مباراة القادية ممكن أو نهاية القرن عشرين عشرين انتهى وإنت عندك تحدي جديد وبالفعل كانت مباراة سينبا هي ضربة البداية إن الأهل يقدر يفوز في كل مبارياته ويتأهل تاني المجموعة ويحق اللقب في نهاية المسابقة نفس الأمر بيقرر السنة دي بعد اتنين دورة أبطال إفريقيا والعودة من أبو ظابي بالبرونزية جات مباراة ساندونز واخسرنا بهدف مقابل لشيء إن شاء الله تكون ضربة البداية للفترة الجاية عشان حامل اللقب النادي الأهلي يقدر يستمر في مسيرته في البطولة الإفريقية ويكمل عن نفس المشوار في الفترة اللي جاي طيب أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وندخل بقى في تفاصيل مباراة فاركو الأهلي قايمة الاختيار اللي اعتمدها بيتسو مسماني ومعسقر الفري في الأسكندرية اللي بدأ منذ الأمس وآخر التفاصيل والأخبار الخاصة بالفري النهاردة قبل التحرك إلى استاد الأسكندرية لخوض مباراة اليوم الساعة 8 بتوقيت القاهرة أخرج لفاصل وبعد الفاصل لنا كلام مهم جدا عن مباراة فاركو والأهلي طيب قايمة الأهلي في مباراة فاركو يمكن انبارح بيتسو مسماني يمكن اختار 22 لاعب لمباراة اليوم أمام فاركو كلنا عارفين فيه غيابات طبعا بسبب الإصابة بدر بنون أحمد نبيل كوكا أيمن أشرف كمان ياسر إبراهيم فبالتالي فيه خيارات يعني محدودة فيه تحديد الخط الدفاع لذلك بيتسو مسماني 22 لاعب النهاردة معاه في الأسكندرية في حراسة المرمة محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير في خط الدفاع رامي ربيعة محمد عبد المنعم علي معلول محمد هاني كريم فؤاد محمود وحيد في وسط الملعب الارتكاز حمد فتح آليو ديانج عمر السلية في وسط الهجوم حسين الشحات محمد مجد أفشح محمد محمود بير ستاو طاهر محمد طاهر لويس ميكي سوني أحمد عبد القادر ولاعب ناشئ محمد خليفة نصير وفي الهجوم حسين حسن ومحمد شريف ربنا أوفاهم رب النهاردة يقدر بيتسو مسماني يختار التشكيل المناسبة في مباراة اليوم وكمان يكون على دكة البودلاء يعني عدد مميز من اللاعبين يكونوا قادرين على تغيير إقاع المباراة ونتيجة المباراة إذا لم يوفق الأهلي في بداية المباراة وإحراز أي أهداف في مرمى فاركو طيب مزيد من التفاصيل عن كواليس الأهلي ومعسقر الأهلي في الأسكندرية أطير مباشرة إلى الأسكندرية ومقر إقامة فريق النادي الأهلي مع الزميل العزيز محمد داتوفي مرسل لقناة الأهلي مساء الخير يا محمد مساء الخير يا محمد تحاتي ديك ولكل مشاهدي متابعة تريند وقناة النادي الأهلي في كل مكان طيب أنت دلوقتي موجود أمام فندو الإقامة وقبل تحرك الفريق إلى استاد الأسكندرية آخر الأخبار والترتيبات واليوم النهاردة كان ماشي بالنسبة لي معسكر الفريق والتشكيل إذا أمكن يكون عندك معلومات عن التشكيل الأساسية اللي ممكن يبدأ بيها بيتسو موسيماني كان محمد الاستعداد المباراة طبعا يعني ختم بالأمس يمكن الفريق أدى ميران ظهر أمس على ملع مختارة تيتش المقرر النادي الرئيسي بالجزيرة بعد كالفريق تحرك في تمام الثلاثة عصرا إلى محافظة الأسكندرية اللي المبيت بها هنا وإقامة معسكر مغلق استعداد المباراة الفارق كل يوم في مباراة الجولة لحدات عشر من الدور المصر الممتاز زي ما أنت ذكرت طبعا يمكن الفريق ما أخدش راح لفترة اللي فاتت بعد مباراة ساندونز مباشرة حد واثنين كان تدريبه كمان صفر النهاردة إلى الأسكندرية طبعا يمكن كان السماء المميزة للمعسكر هو قصرة الاجتماعات معه بين الجهاز الفني وعدد كبير من اللاعبين يمكن ظهر من خلال تدريب أمس وي كمان النهاردة المحاضرات الفنية شكل التشكيل بشكل عام لكن مش حابين نعلن دوت صراحة يعني غير بعد إعلان الجهاز الفني للفريق التشكيل بشكل رسمي اللي هيخود به المباراة النهاردة يمكن أهم وأبرز الغيابات عن معسكر الفريق نادي الاجتماعات نهاردة كابتن سيل عبد الحفيز مدير القرى بالنادي الأهلي يمكن طبعا المعسكر يعني بيصير على قدم الوصاق ومنتهى الالتزام من جميع اللاعبين طبعا الجهاز الفني الموجودين وكمان كابتن محمد الشلو كابتن الفريق ولكن طبعا زي ما تعرف محمد وكنت معايش دايما لمعسكرات النادي الأهلي وجود كابتن سيد يعني بيطفر روح جميلة جدا على المعسكر يمكن بنفتقد النهاردة وكمان بنفتقد وجود دكتور أحمد أبو عابلة طبيب الفريق اللي برضو يعني بعد ما سافر النمسا وكان مع عمار حمدي لإجراء وعملات الروباط الصيبي كمان أصيب بكورونا ويمكن في فترة العزل الصحي في دولة النمسا لكن إن شاء الله كل دوت ميؤثرش على الفريق وكل السادات يعني بتصير بشكل أكثر من رائع يمكن زي ما قلت النهاردة اليوم ابتدى مبكرا في العشرة والنصف صباحا كانت وجبة الإفطار بعد كده تناول الفريق وجبة الغداء فيه السنة والنصف بعد كده كان فيه محاضرة فنية فيه تمام الرابعة والنصف ومن بعدها تناول الفريق وجبة خفيفة يمكن في اللحظات اللي أنا بكالنف فيها معاك يا محمد دلوقتي الفريق بيستعده إن شاء الله للتحرك بعضه قليل لإستاذ الإسكندرية يمكن فندق الأقامة هنا في مدينة الإسكندرية لا يبعد سوى ربع ساعة فقط عن ساد أو ملعب المباراة في إستاذ الإسكندرية وإن شاء الله ستنطلق فيه تمام السامنة نفس فندق الأقامة بيكون فيه فريق فاركو اللي هو زي ما بيقول منافسة الأهلي في المباراة اليوم ومضيف النادر أهلي هنا على إستاذ الإسكندرية الأجواء داخل المعسكر أكثر من رائع يمكن زي ما ذكرت غياب أكثر من لاعب أيمن أشرف طبعا لألام في الرجبة ياسر إبراهيم كمان يعني شعر بشد في العدل الخافية يمكن كلمت مع دكتور أسامة مصطفى طبيب قطيع النشئيني اللي موجود هنا في معسكر الفريق اليوم قال لي إن شاء الله ياسر إبراهيم يكون موجود مع الفريق يعني بحضة أكثر خمس أيام قال لي يمكن بس هيكون خارج مباراة المريخ لكن من بعد مباراة المريخ إن شاء الله يكون تحت أمر الجهاز الفني في أي مباراة قادمة حسب الحاجة الفنية للفريق الأجواء بشكل عام أكثر من رائع نتمنى إن شاء الله نتكلل بالفوز والحصول على سلاس نقاط طبعا عشان المشوار المحلي والوصول للنقطة 25 والتربع على صدارة الدور العام طبعا زي ما تعافي محمد ما فيش رفاهية الوقت أو على الراحة بنلعب في الدور الممتاز وكمان بنلعب في الطوط أفريقيا بشكل متوازئ يعني إن شاء الله يكون كل النتائج النادر الأهل مبشرة وإن شاء الله يحقق موسم يرضي كل طموحات ورغبات جمهور النادر معاك محمد لو في استفسار طيب محمد أنت موجودين دلوقتي في فندق في وسط الأسكندرية وعى البحر فهل في جمهور جي عند القتيل بيحاول يشجع الفريق بيؤذر الفريق هيتحرك مثلا مع الفريق لغاية الأستاذ الحضور الجمهيري النهاردة حتى في استاذ الأسكندرية ممكن نشوف جمهور الآلي موجود النهاردة يعني أجواء الجمهيرية عندك في الأسكندرية عاملة إزاي قبل مباراة تفاركو حوالي أقل من ثلاث ساعات بداية أم حامل يمكن في نقطة أخفلتها في البداية هي العوامل الجوية المحيطة والموراة وأولها الجو فالحمد لله الجو النهاردة يعني زي نقول الجو شتو معتدل جدا في مدينة الأسكندرية يمكن الفندق ده بالتحديها محمد جمهيري النهاردة المعتادة أنها بتستعبق الفريق في أي مباراة يكون موجود فيها في محافظة الأسكندرية في هذا الفندق ولكن فيه تعزيات أمنية كبيرة جدا فحاولين كل الشوارع المحيطة بالفندق ده يمكن حال لوصول بعض جمهيري نادي الأهلي يعني بتريد مؤذرة الفريق هنا من جميع الجوانب المحيطة بالفندق أنهم ما يقدروا يوصلوا ويؤذروا اللعبين لكن إن شاء الله ننتظر جمهور نادي الأهلي يكون موجود وبقوة في السنة الأسكندرية لمؤذرة الفريق وإن شاء الله يبقى أحد العوامل المساعدة أن نحصل ثلاث نقاط النهاردة نوصل بها للقمة المحلية إن شاء الله بحسا فيما هو قدم على القمة الإفراقية كمان وتحقيق النجمة 11 تمام طيب كابتن سيد الحافيز مش موجود النهاردة توفيزة ما قلت بسبب طبعا يعني مسحة الكورونا طلعت عنده إيجابية هل في إجراء مسحة أخرى خلال الساعات القادمة للحق بمعسكر الأهلي في مباراة المريخ ولا دكتور أسامة قالك لسه ما فيش أي موقف رسمي بخصوص يعني لحقك كابتن سيد بلقاء المريخ السوداني يمكن أن محمد تم عادة المسحة الكابتن سيد بالأمس عشان التحقق من كانت يعني هتستمر إيجابية أو كان فيه أي خطأ في المسحة ولكن تبين أو تأكد صابت كابتن سيد بفيروس كورونا فطبعا هنتم الانتظار لبعد غدا إن شاء الله ويتم مسحة أخرى بإذن الله يعني في نفس اليوم اللي هيتم فيه عمل مسحة الجميع أعضاء الفريق السادة لمباراة المريخ السوداني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى الدولة بطالة أفريقيا ونأمل إن شاء الله أن كابتن سيد يكون معافب بالنسبة كبيرة يمكن الحمد لله ما فيش أي أعراض على كابتن سيد ظهرت لكن طبعا تعرف أن مسحة كورونا بعد موجود أعراض بتبين الإصابة بالفيروس إن شاء الله يكون في المسحة اللي هتجرى بعد إن شاء الله على يوم الخميس قبل المباراة 48 ساعة إن شاء الله مسحة سلبية وكون كابتن سيد إن شاء الله موجود في المعسكر المقبل للفريق وإن شاء الله يكون النادي الأهلي بكل أولاده سواء اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطب يكونوا موجودين إن شاء الله لما مواصلة المشوار وإن شاء الله تحقيق كل طموحات ورغبات جامعين النادي الأهلي اللي النادي الأهلي كله بيسعى لخدمتها وفرحتها في جميع المناسبات آخر سؤال التوفيق عشان مش أطول عليه كان عارف أنت تتحركوا بعد دقائق الأستاذ الأسكندرية حالة اللعيبة اللعيبة بتتكلم مع بعض بيقول إيه كلنا عارفين إنه يبقى أي مباراة بعد خسارة بتبقى الأجواء صعبة شوية ويبقى فيه تحدي إنك عايز تعمل نتيجة جابية عشان تعوض نتيجة المطش اللي فات بسرعة الحالة دي جوه المعسكر عاملة إزاي بالنسبة للعيبة والجهاز الفني في ظل أنت موجود معه من النهاردة من الصبح بدري ويعايش كل الأجواء جوه معسكر الفريق كامحمد دي السيمة المميزة للنادي الأهل إن المواقف دي أو زي ما بقول الخسارة في المباراة والتعاصر المباراة يعني لعيب النادي الأهل بيزدده صلابة بتلاقي دايما اللعيبة بعد هذه المواقف مقربين من بعض أكتر يمكن كل اللعيبين النهاردة بيقعدين مع بعض بيتكلموا اللعيبة الكبار يمكن محمد الشناوي رامي ربيعة كمان علي معلول بيتكلموا ويعني زي ما نحن قلنا فيش رفاهية الوقت عندك يا محمد حتى لو بتتعصر في المباراة لكن أنت مطالب أنك تقدي وتحقق نتائجها بيا سواء في الدول العام أو كمان بطولة أفريقيا أنت شايف يعني الأهل بلعب سبت ثلاث سبت ثلاث ما فيش وقت أنك حتى تستريح أو ترتاح لا أنت يعني بالعناصر الموجودة مطالب أن أنت كل ماتش كل ثلاثة أيام تلعب وتكسب وتقدم نتيجة وأداء أكثر من رائع وكمان تحقق على المدى الطويل تتعاب مشوار البطولة طويل جدا ممكن نشوفنا الضغط للضغط والنادي الأهلي وأصل على مشوار البطولة في مباراة كتير أعتقد نفس الضغط ده بيتكرر يا سينادي لكن إن شاء الله النادي الأهلي يكون قادر بجهاز الفني ولعبي أنه هم يتخطوا هذه الظروف الصعبة وهذا التوقيت يعني زي ما نقول الحارق في الموسم أنك أنت مطالب للصعود لدور الثمانية وكمان في الدوري مطالب أنك كل المنشاطة تلعبها تكسبها وتحقق صلاة نقاط عشان ما يتعطلش في مشوار الدور البطولة المفضلة لجماهيري النادي الأهلي لكن يعني اللي شفته بالضبط في المعسكر هنا أن هذه المواقف بتزيد جدا لعب النادي الأهلي صلابة بتزيدهم قوة بتزيدهم ترابط اللعبية كلها تحس يا محمد أنهم ألبهم على قلب بعض حتى اللعبين لم يشاركوش بصفة أساسية قاعدين مع اللعبين بيشدوا من أذرهم اللعبين كلهم جاهزين وتحت أمر الجهاز الفني اللي مشاركة في أي وقت وأعتقد يعني زي ما أنت شفت في كتير من معسكرات النادي الأهلي دي السمة المميزة والأساسية للعب النادي الأهلي أنه كلهم على قلب رجل واحد لتحقيق حلم واحد هو رفعة النادي الأهلي ووضعه دائما في المقدمة بإذن الله زميلي العزيز محمد توفيق مفد قناة الأهلي والمتواجد مع فريق النادي الأهلي في معسكر الفريف الأسكندرية قبل مواجهة فرق ومساء اليوم الساعة 8 على استعادة الأسكندرية شكرا جزيلا لك وأبرز حاجة وأهم حاجة أهلا محمد توفيق زمينة رفاهية الوقت مفيش مساحة في الوقت الفترة اللي جاية كل 72 ساعة مباراة ما بين محلية وإفريقية وتوقيت صعب جدا المريخ وسانداونز ما بينهم مباراة بيرامدز يعني صدارة الدوري والتأهل لدور التمانية في دوري أبطال إفريقيا من مبارتي المريخ ثم سانداونز كل التوفيق رب للأهلي والانطلاق النهاردة مع مباراة تفرق أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونروح لتريند الأهلي ونشوف مع بعض أبرز الحاجات الموجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي نروح بسرعة لتريند الأهلي ونشوف السوشيال ميديا اهتمت إزاي بتفاصيل مباراة تفرق وآخر أخبار الأهلي خلال الفترة اللي جاية حساب يلا كورة حساب يلا كورة على تويتر بيتكلموا على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة تفرق الليلة بيتكلموا أن الأهلي يبدأ بمحمد الشناوي رامي ربيع ومحمد عبد المنعم قلبي الدفاع علم علول محمد هاني اتنين أحمد عبد القادر وارد أن يكون التشكيل قريب من المجموعة اللي موجودة من خلال حساب يلا كورة لكن مش عارف عندي أعتقاد كده أو معلمات أنه ممكن يكون فيه تغيير في لعب أو اتنين من التشكيل اللي نشروا يلا كورة وده بالتأكيد من خلال مصادرهم أو توقعاتهم بالنسبة لمباراة اليوم طيب حساب اليوم السابع على تويتر بيتكلمون فيه أربع تغييرات متوقعة في تشكيل الأهلي أمام فرقه الليلة في الدوري بيتكلمون ان التشكيل هيكون الشناوي هاني محمد عبد المنع مرامي ربيع علي معلول حمد فتح السلية أفشا عبد القادر بيرستاو لويس بيكيسوني وبالتالي هكون التغييرات عدم وجود ياسر إبراهيم وقاليو ديانج ولويس بيكيسوني أو وجود السلاسي دول مكان المجموعة اللي مكانش موجودة في المباراة السابقة تشكيل يعني المرة دي ممكن يكون فيه اختلاف شوية عنصر أو اتنين والبعض مش قادر يوصل للتشكيلة المثالية أو التشكيلة الأساسية في أداء الأهلي النهاردة وكمان خدوا بالكم الفكرة مش في التشكيل بس التشكيل وطريقة اللعب لأنه ممكن النهاردة بيتسو مسماني يغير في الشكل الفني لأداء الأهلي عن مباراة سانداونز الأخير طيب حساب الوطن سبورت النهاردة كان مركز أكتر على غيابات الأهلي في مباراة تفاركو حساب الوطن سبورت على تويتر نشروا أن فيه غياب لـ 11 لاعب عن الأهلي أمام فاركو من الـ 11 أيمان أشرف وليد سليمان ياسر إبراهيم أكرم توفيق عمار حمدي بدري بنون صلاح محصن محمود متولي دول بسبب الإصابة لكن خرج من القائمة محمد فخري زيادة طاري ومحمد أشرف لأسباب فنية عدم وجودهم في قائمة مباراة تفاركو الليلة رقم كبير جدا لكن أتمنى يا رب الفترة القادمة الأهلي يستعيد ولو خمسة أو ستة من المجموعة لأن كلهم لعبة مميزة ويحدث الفارق مع الأهلي في الفترة القادمة سواء محلية أو حتى إفريقية طيب بالمناسبة وحنا بنتكلم عن الكرة الإفريقية ودوري أبطال إفريقيا يلا كورا نهاردة مصدر بالكاف ليلا كورا وده من خلال حساب يلا كورا على تويتر اتجاه لتغيير موعد ومكان مباراة سانداونز والأهلي بدوري الأبطال طيب الكل كان قلقان جدا من تضارب الموعد ودي الوقت ما بين مباراة بيراميدز يوم 8 مارس ولقاء سانداونز يوم 11 مارس تأكد رسميا من مصادر في الاتحاد الأفريقي أن مباراة الأهلي وسانداونز ستكون يوم السبت 12 مارس الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة تغيير الموعد بناء على طلب نادي سانداونز عايز يلعب يوم السبت بدل الجمعة وهو اللي كان حدد المعادل مبدأ يوم جمعة لكن طلب أنه خلاص يكون المطشي يوم السبت لأنه عنده مباراة يوم الثلاث في كأس دوري جنوب إفريقيا فبالتالي هيكون الوقت دائق جدا ما بين الثلاث والجمعة فعشان كده طلب أن المطشي يكون يوم السبت الساعة 3 بدلا من الجمعة الساعة 6 طيب ده موعد وتوقيت المباراة المكان كلنا عارفين سانداونزي كان بيلعب في ملعب لوكاس ساموريبي في بريتوريا وعنده ملعب لوفتيس أيضا في بريتوريا الملعب من دول مش بيلعب علوم السنادي في دوري أبطال إفريقيا نتيجة طبعا الملعب غير صالحة بسبب مباريات الرجبي خلال هذه الفترة فنقل إلى مدينة رستنبورج تحديدا ملعب ريال بافي كونج ده لعب عليه المباراة الأولى أمام الهلال السوداني في أولى مباراة المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا ولكن فجأة الاتحاد الإفريقي تلقى خطاب رسمي كلام ده خلال الـ 24 ساعة الماضية بطلب نادي سانداونز عدم اللعب على هذا الملعب وتغيير الملعب واتجاه لتحديد ده ملعب بديل خلال الساعات القليلة القادمة هايبقى فين؟ لسه ما فيش حاجة مؤكدة لكن الخطاب الرسمي والتأكيد الرسمي لازم يوصل النادي الآلي قبل يوم الخميس القادم وده هيكون بالزبط قبل عشر أيام من هذه المباراة يوم 12 مارس هيتحدد بقى في الخطاب الرسمي مكان المباراة مكان المدينة وملعب المباراة اللي هيستضيف هذه المباراة كده الأهل اللي مش يلعب في بريتوريا ولا في رستنبرج هل هيلعب في جوانيسبرج هل هينتقل لمدينة تانية كتتون أو أي مدينة أخرى ده هيتحدد خلال ال 72 ساعة اللي جاية قبل يوم الخميس وقت إرسال الخطاب الرسمي عشان نعرف الأهل هيلعب فين بالزبط هذه المباراة المهمة جدا في ترتيب مشوار هذه المجموعة الأهل وسانداونز والمريخ والهلال السوداني طيب نروح كمان لحساب المصر الرياضي وتصرحات لمدرب المريخ السوداني لي كلارك المدرب الإنجليزي اللي كان مبارح في إحدى القنوات الفضائية بيتكلم على مجموعة الأهل ومجموعة المريخ والهلال وسانداونز بالنسبة لدور أبطال إفريقيا طيب المصر اليوم الرياضي نقل هذه التصرحات من خلال حساب الرسمي على تويتر وقال لي كلارك في هذا التصريح قال المجموعة باتت معقدة للغاية والفرصة الآن قائمة أمام الأندية الأربعة قال كمان الأهل أكبر فريق في إفريقيا ويملك لاعبين مميزين ومدربا مميزا هو موسيماني وعلينا العمل بجدية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمامه مباراة الأهل والمريخ يوم السبت اللي جاي مباراة صعبة جدا وعنق زجاجة بالنسبة للنادي الأهلي لا بديل سوى الفوز عشان الوضع في المجموعة ما يتعقدش بنسبة جبيرة تنتصر في هذه المباراة تحرز السلاسة نقطب عندك أربعة نقط في المركز التاني ثم المباراة القادمة مع سانداونز لازم ترجع بنتيجة إيجابية في انتظار كمان نتيجة مباراة الهلال والمريخ اللي هتتلاح في السودان في نفس يوم مباراة الأهلي وسانداونز في جنوب إفريقيا مع نتاجة جولة الرابعة هتتحدث شكل هذه المجموعة الأهلي ممكن يكون خمس نقاط يوصل لسبع نقاط يا رب إن شاء الله ويرجع من جنوب أفريقيا بانتصار نقدر نقول آخر مباراتين مع المريخ والهلال في القاهرة هيكونوا إن شاء الله هم محطة العبور إلى مرحلة دور التمانية لكن قبل كل ده مطش السبت اللي جاي مع المريخ عنخ زجاجة لا بدين على الفوز بإذن الله أي أنكلة النتيجة 1-0-2-1-3-2 المهم تكسب وتحقق الثلاث نقاط عشان توصل للنقطة الرابعة نروح لحساب كورا بلاس وبتكلموا على عودة صلاح محسن مصدر لكورا بلاس في حساب على تويتر بيتكلموا لأن اللعب ياخد تدريبات أهليها في الجيم على هامش المران الجماعي وصلاح لسه محتاج حوالي شهر خلال الفترة اللي جاية وفقا لمطابعة حالة اللعب بشكل دوري من أجل العودة للتدريبات بشكل تدريجي خلال الفترة اللي جاية شهر دي هنتكلم على أول إبريل يقدر يدخل صلاح محسن في التدريبات والمباريات في الفترة اللي جاية محتاجين بسرعة صلاح محسن الفترة الجاية نتيجة طبعا مفيش غير محمد شريف وحساب حسن مع وجود بيرس التاول واسمي كيسوني أحمد عبدالقادر محتاجين وفرة عدد اللعيبة عشان ضغط المطشاط بشكل غير طبيعي في الفترة اللي جاية ولازم الكل يكون على أهبة الاستعداد عشان المرحلة الجاية صعبة جدا مش فقوة المطشاط بس لا كمان ضغط المباريات وتوقيت المباريات ببين كل مباراة والتانية 72 ساعة وكمان معدل السفر في الفترة اللي جاية طيب سبورة 362 مصرية اهتمت بنقطة مهمة جدا متعلقة بأنه واحد تسوقية لأعلى الأندية في القرى الإفريقية سبورة 362 على تويتر نشروا أغلى الأندية قيمة سوقية في إفريقيا الأهلي في الصدارة الزمالك في المركز الثالث بيرامدز في المركز الرابع طيب بنتكلم عن أن الأهلي 31 مليون وتسعمائة ألف دولار سانداونز 23 مليون وربعمائة ألف دولار الزمالك 21 مليون وربعمائة ألف دولار بيرامدز 18 مليون وتسعمائة ألف دولار والترجي التونسي 18 مليون ومتين ألف دولار طيب دي أعلى قيمة تسوقية بالنسبة للأندية في القرى الإفريقية وزي ما احنا شايفين طبعا بنتكلم عن الأهلي والزمالك وبيرامدز والترجي أربع أندية عربية مقابل نادي إفريقي أو نادي من جنوب القرى هو نادي سانداونز بصلوا الأرقام دي وعرف فرق القيمة التسوقية وفرق البطلات وانت تعرفوا للاتحاد الإفريقي عايز يعمل دور السوبر عشان أندية غرب وجنوب القرى يكون لها نصيب الأسد في الوصول للمراحل النائية والمنافسة على الدوريات الإفريقية في ظل أن آخر 7-8 نسخ في دور الأبطال وكاس الكونفدرالية كلها أبطالها من شمال إفريقيا ده كان إطلالة سريعة كده على أبرز العنوين وتريندات الأهلي خلال الساعات الأخيرة في السوشيال ميديا أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف باقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة التريند المحلي والعالمي والجزء الأخير من برنامج التريند طيب نروح للتريند المحلي وفيه كلام مهم جدا خاص بمنتخبنا الوطني خاصة إحنا بنتكلم خلاص إحنا في شهر مارس وعلى أعتاب المباراة الفاصلة أمام السنغال في الدور الفاصل والحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم طيب حساب كورة 11 على تويتر بيتكلموا على أن كارلوس كيروش بتنتظر مهمة صعبة من أجل تعويض خسارة أمم إفريقيا أمام أسود الترينجا كيروش يقدم طلب جديد للجبلية على طريقة الجهري ويحسن الجدل بشأن خلافات الجهاز الفني طيب فكرة طلب جديد على طريقة الجواري وانت مغمّد عنيك تأجيل أي مباراة في الدور العام حسب ما كتب في هذا الخبر أن الأستاذ وليد العطار المتحدث باسم التحاد الكورة قال أن كارلوس كيروش طلب تأجيل الجولة 13 من بطولة الدوري والتحاد الكورة طبعا بدون أي نقاش وافق على كل طلباته خلال الفترة الحالية كل الحاجة اللي انت عايزها هنوافق لك عليها مقابل بس ودينا كاس العالم في الدوحة 2022 طيب بالنسبة للخلافات وليد العطار قال كلمة مهمة جدا أو جملة مهمة جدا قال لا توجد أزمات داخل المنتخب أو بين الجهاز الفني والتحاد الكورة ولا داعي لفتح الحديث في هذا الموضوع أو التطرق لهذه التفاصيل خلال هذه الفترة لا توقيته ولا موضوعه ولا ليه أهمية حتى لو فيه خلافات فنية مش مهم أصلا تعلن بالنسبة لكل وسائل أعلام أول الجمهور طالما الجهاز الفني آفع نفسه بيشتغل عشان مبارتي السنغال بالمناسبة خلال الأيام القليلة الماضية كان فيه وفد حضر إلى القاهرة من الاتحاد السنغالي لكورة الخدم عشان يرتب كل الإجراءات الخاصة بترتيبات استقبال البعثة منتخب السنغال هيجي مصر يوم 23 مساء أو نقدر نقول فجر يوم 24 لأنه هو هيتمرن يوم واحد بس ليلة المباراة على استاد القاهرة الدولي ثم يلعب مع منتخبنا يوم 25 طب هيستعد فين؟ هيلعب فين؟ منتخب السنغال هيخش معسكر في مراقش في المغرب هيتجمع اللعيبة يوم 20 مارس وهيسافر إلى مراقش في المغرب هيعمل معسكر لمدة أربع أيام قبل المجيء للقاهرة الجو في المغرب زي الجو في مصر فيعمل أربعة أيام معسكر في المغرب بعيد تماما عن أعين وسائل الإعلام عشان يستعد لمباراة منتخبنا الوطني ونتمنى يا رب يكون منتخب مصر في أتم الجهزية عشان يعمل نتيجة إيجابية قبل ما يسافر ويلعب لقاء العودة يوم 29 مارس طيب نروح كمال التريند المحلي وآخر حاجة خبر مهم جدا متعلق بقى بعمل الجهاز المعاون المصر الرياضي اهتم جدا بخبر متعلق بكارلوس ساكيروش بيكلف الكابتن محمد شوقي بمتابعة خمس مدافعين خلال الفترة اللي جاي عشان يشوف تطور المستوى في الفترة اللي جاي قبل إعلان قايمة منتخب مصر يوم 20 مارس طيب من الخمسة محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم ودول مدافع الأهلي محمود علاء محمود الوينش ومحمد عبد الغني مدافع الزمالك حسب المعلومات المتوفرة بخصوص المعسكر القادم فكرة استدعاء لاعب جديد خارج القايمة اللي كانت موجودة في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون لا تتخطى لاعب أو اتنين على أقصى تقدير كارلوس كيروش أساسا يمكن هيعتمد على نفس المجموعة اللي كانت معاه محدش لفت نظره أصلا في مباراة الدوري الجارية في الفترة الحالية الراجل أصلا كمان مش معجب بأداء الفرق في الدوري وشايف أن الدوري لغاية اللحظة دي كان المتأثر بسبب التوقف الطويل فيعتمد على نفس المجموعة إلا إذا شاف لاعب أو محترف في الفترة اللي جاية ممكن يضمهم على مجموعة اللي كانت معاه في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون لكن أكتر حاجة بتسعدني وبتسعد كل الناس أن تريزيجيه كأحد اللعابة المحترفة في الدوري التوركي بعد فترة الأعرى متقلق بشكل كبير جدا وده هينعكس بشكل إيجابي عليه لما ينضم المعسكر منتخب مصر قبل مبارتي السنغال وقبل ما أقفل الترند المحلي خلال الأسبوع اللي جاي هنلقي الدوق على فكرة مين القطكم التحكمية اللي هتدير تصفيات إفريقيا لمؤهلة لكأس العالم إنه ممكن وارد جدا يتم استدعاء حكام من خارق قرية إفريقيا تحديدا في غرفة تقنية الفيديو عشان يعاونوا ويساعدوا الحكام الأفرقة في مرحلة الدور الفاصل في ظل إن الخمس مباريات سواء في الزهاب أو الإياب هيتلعبوا في يوم واحد فعرض الحكام النخبة والمميزة مش هيكونوا متوفرين بشكل جيد للمباريات الخمسة سواء يوم 25 أو يوم 29 مارس طيب نروح للترند العالمي وخبر مهم متعلق به محمد صلاح حساب كورا بلاس بيكلم على تصرحات ماسيو كاريرا لاعب يوفينتوس الإيطالي السابق واللي بيقول كنت محظوظ لمقابلة محمد صلاح هو لاعب من الطراز الفريد رائع ومدهش بكل تأكيد سيكون من الشرف ليوفينتوس التعاقد مع صلاح ولكن من الصعب أن يترك ليفربول مفروض صلاح خلالي يعني المفروض الشهرين الجايين يكون فيه قرار حاسم في مسألة تجديده هو قال كلمته لإدارة نادي ليفربول وبيستني القرار من قبل الإدارة لكن بالطبع لازم يجدد في الفترة اللي جاية واستمر مع نادي ليفربول طيب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة بخصوص طبعا توقعتكم لنتيجة مباراة اليوم ممكن يسجل أهداف في مباراة تفاركو والأهلي أسامة راضي بيقول إن شاء الله فوز الأهلي 3-0 طاهر شريف عبدالقادر وعلى كل الأحوال بإذن الله الفوز والتوفيق للنادي الأهلي نروح لي أحمد بيقول إن شاء الله سفر أربعة تاو وشريف وقفشة والشحات تكل الدعم للأبطال إن شاء الله بإذن الله الأهلي يعمل نتيجة إيجابية أي أن كان بقى المكسب 1-2-3-4 المهم ترجع بالسلاس نقاط وبسرعة تخرج من أجواء مباراة سانداونز عشان المرحلة اللي جاية إلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج الترند بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي غدا في حلقة جديدة من الترند شكرا وإلى لكم